بدأت أن الضربات الإيرانية على إسرائيل على الرغم من أنها رمزية بسيطة الرأس الحربي للصواريخ ضعيفة بنقول عليها ضربات سياسية أمنية أكثر منها ضربات عسكرية بمعنى أنها بتوصل رسائل بس رسائل قوية جدا هذه الضربات الحقيقة غيرت من ديناميكيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط بمعنى أن الرسائل السياسية دي كانت أقوى من رسائل عسكرية كمان يعني بتقول إيران أنا أستطيع أن أخوت حروب الحديثة في العالم بتقول إيران لإسرائيل أنا أستطيع أن أنا أوصل لأي نقطة موجودة عندك والأماكن دي كانت محرمة زماني يعني هذه الصواريخ وصلت فوق تل أبيب وصلت فوق القدس وصلت في حيفا وصلت في أماكن كانت هذه الأماكن كانت محرمات يعني إسرائيل ليس لدي عمق استراتيجي وقاعدة نتفريم اللي هي وقاعدة نتفريم طبعا اللي تم إطلاق منها الطائرات الـ F-35 فهنا الإشارة دي كانت إشارة قوية أثبتت هذه الإشارة أن هناك قصور في نظرية الردع الإسرائيلي أن هناك خلل في الأمن القومي الإسرائيلي يعني كل ما إسرائيل تحاول أن ترمم هذه الصورة يرجع في حدث يغير من الشكل وبالتالي إسرائيل هذه المرة مصممة وبقوة على أنها ترد وترد على إيران مباشرة إسرائيل ليس لديها القوة بمفردها أن تقوم بمثل هذه العملية وبالتالي دائما ما تستدعي الوجود الأمريكي خاصة العسكري للقيام بمثل هذه العملية إسرائيل ليس لديها حدود مباشرة مع إيران وبالتالي الموضوع كبير محتاج طيران محتاج أننا أزوده به الوقود وهو في الجو يعني لو أن المسافة ما بين إسرائيل وما بين المواقع الاستراتيجية في إيران مثلا زي المفعالات النوية على سبيل المثال هللأ أن المسافة من 1500 ل 1800 كيلو يعني رايح جاي هتبقى 3600 كيلو مع المناورات وتغيير الطرق 4500 كيلو لأن الطرق صعبة فبالتالي الطائرات دي محتاجة إلى تموين في الجو يعني محتاجة لقدرات أمريكية أكتر كمان بتقابل إيران إشكالية في أن ما فيش حدود مشترقة فبالتالي لازم هذه الطائرات تعبر أجواء لدول أخرى ربما تجعل هذه الدول أو الدول اللي هتسمح بفتح أجواءها للطائران الإسرائيلي ده عمل من أعمال العداء طيب ما لش هاوف عند النقطة دي يا فندم طب ما هو أنت القواعد الأمريكية موجودة في الخليج العربي موضوع أحد السيناريوهات أيوة موجودة يعني بس هنا بقى وكلهم عندهم حدود مع إيران تمام بس هنا كده إيران الولايات تحدة الأمريكية دخلت مباشرة في الصراع يعني شكل الصراع في المنطقة خلال الفترة السابقة أو خلال العقد الصراع مثلا في أوكرانيا الولايات التحدة الأمريكية والغرب بيدعمه علنا علنا ولكن غير مباشر لأن لو مباشر ضرب مباشر بتغيران أمريكي مباشر فأمريكا كده متورط يعني عندما نستخدم القواعد الأمريكية بأمريكا توردت كده في الصراع حرب ما بين إيران وما بين أمريكا مباشرة وتدخل بقى في دول تانية دولية تريد أن تصفي حسابتها مع أمريكا وأمريكا حزرة على عدم الدخول في مثل هذه الحرب وإيران كمان حزرة على عدم الدخول في مثل هذه الحرب حاجة لنقطة يعني حضرتك اشرحها لي يعني هناك العديد من التحليلات اللي بتقول أنه النهاردة سنع على طفان الأقصى وأنه شعبية نتنياهو وصلت إلى حد الصفر تقريبا داخل إسرائيل لأنه لم يحققوا شيء من بعد ما حدث 7 أكتوب بالعكس الخسائر عندهم كبيرة اللي تعامل مع حزب الله بالاستهدافات بقيادات حزب الله وتصفية قيادات حزب الله كانت زي ما نقول إيه قبلة الحياة لنتنياهو مرة تانية إنه رجع لأ أنا قادر أنا ده وحتى شفناه في العديد من البيانات اللي طلع ألها وده كان منتشي انتشاء النصر نعم ثم جاءت الضربة الإيرانية فرجع تاني لكسرت الفرح هو لازم يرد لكي يعود مرة أخرى لهذا الانتشاء هل فعلا كل التهديدات اللي بتقول دي إنه وخاصة إحنا عارفين نتنياهو لا يتوقف عند حد هو